اشتركوا في القناة وهي منزلة موجودة في برج الثور منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة ودقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع يعني بمعنى آخر أي شيء ممكن يكون مثل دمل أو خراج أو سحر مثلا في الجسم بده استفراغ أو بده عملية استخراج السموم من الأمعاء بطريقة شوي بتكون مؤذية فهو بيكون هون الأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر طبعا موجود في برج الثور وفي عندنا خلوم مسار في ساعة المساء وبما أن القمر موجود في برج الثور معناته برضو اليوم منشعر بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وكل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار وأيضا بإمكاننا الاهتمام بمسائل الهالاقة بالعقارات مثل الاستئجار أو شراء أو بيع وقضاء وقت ممتع في البيت أو التقارب العائلة أو التقارب العائلة وأيضا اللي هي السهرات أو الجمعات العائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أن اليوم زاويتين ظهروا على الساحة أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية ما بين الزهرة وما بين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 2-1 ولغاية يوم أو حتى يوم 6-1 بروتها يوم 4-1 في تمام الساعة 9 و7 دقائق صباحا وعادة عند حدوث أي زاوية إيجابية ما بين الزهرة وما بين المشتري بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك هاي الزاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين أورانوس وهي تاثيراتها من يوم 2-1 اللي هو اليوم وحتى يوم 9-1 ذروتها يوم 5-1 رح تكون في تمام الساعة 4 و42 دقيقة بعد العصر هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا وكمان هاي الزاوية بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تاثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها بعدين رح تنتهي طبعا ما زالت هاي زاوية إلها تاثيرات فبتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوية هي زاوية التزديس الإيجابية البطيئة اللي اليوم ذروتها طبعا هي ما بين عطارد وما بين نبتون وهاي حكينا تاثيراتها لغاية يوم أربعة واحد نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون دروتها ساعة 12 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منها أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ وبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للغروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تاثيرات هاي الزاوية من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء المتأخرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون دروتها ساعة 12 و30 دقيقة من بعد الظهر بتوقيت جرينتش ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها برضو تاثيرات هاي الزاوية من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو تاثيراتها من ساعات الفجر لساعات المساء هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون دروتها ساعة 12 و52 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب أبيق والحدث وعليه فن وكثر المستفيدين هم اللي فيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة 10 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تاثيرات هاي الزاوية بتكون من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ساعات صباح اليوم التي تليه يعني لا صباح يوم الثلاثاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هو مش طويل ولكنه جاي في آخر ساعات الليل ورح يستمر لغاية صباح يوم الثلاثاء طبعا هو رح يبدأ ساعة 10 و 15 دقيقة من مساء اليوم الاثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة حتى يعني صباح يوم الثلاثة ثلاثة واحد في تمام الساعة 22 و 44 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية فهي العنق والحنجرة والحفال الصوتية والغد الدرقي واللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية على أنواعها دون اللي ذكرناها قبل قليل لأنها هاي نقاط ضعف لازم نبعد عنها وبرضو يوصى يعني مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل بعد اللي هو يوم الثلاثاء للجوزاء معناة خلو المسار طبعا جدوى خلو المسار هو موجود في صندوق الوصف للشهر كامل فخلو المسار القادم رح يكون لما ينتقل القمر للجوزاء رح يكون يوم الخميس خمس واحد بيبدأ في تمام ساعة اتناش وسبع دقائق بعد منتصف ليل الاربعاء على الخميس وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين واربعتاشر دقيقة عصرا بتوقيد جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره عشر أيام في تمام ساعة احداش وتسعة عشر دقيقة ظهرا بصير عمره احداشر يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد وهي اليوم سعيدي بنسبة سبعين في المية يعني الآن لغاية ساعة الصباح في ساعة الصباح بتنزل نسبة السعادة إلى خمس واربعين في المية القمر في برج الثور ورح يظل في الثور طبعا طيلة اليوم بعدين في خلوم أسار في صباح يوم الثلاثاء بنحكي عنه منتحس الآن هو بنسبة خمس وعشرين في المية بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى سبعين في المية عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد بسبب كم الزوايا الإيجابية اللي رح يشكلها فهو اليوم سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن بالضل أثار تراجعه موجودة الزهرة في الجدي حتى يوم ثلاثة واحد سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثناش واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمس سعيد بنسبة عشر في المية وزحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم بالنسبة لموليد برج الحمل برضو بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعلجوا بعض الاستحقاقات المالية أو الدفع المالية أو تحصلوا على مكاسب ولكن أغلب هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن ما بتكون تتسرعوا بتوظيف الأموال حاولوا انكم تدققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوط برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبير اليوم أكثر من يوم أمس وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعا من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلقوا في ورشة جديدة أهم شيء تتشجعوا لمواجهة أي أمر ممكن تمارسوا اليوم إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصروا على الكثير من الاعتبارات حتى اليوم تجدوا أن طاقتكم علي جدا لدرجة أنه أنت بتكونوا ملفتين للانتباه للجنس الآخر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر بما أنه موجود في بيت المتاعب معناته لغاية صباح يوم الثلاثاء بتظل الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا أنك تحللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم اللي بيوعدكم بشيء يعني نسبة عالية جدا ما رح يوفي بوعدوه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم عندكم نشاط اجتماعي فمنكم أشخاص اليوم ممكن يتوجه لهم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شيء إنك ما تبقى وحيد إلا أنها ظروف واعدة في نوع من أنواع التعاطف وتأييد لتحركاتك وأيضا دعم على المستوى الاجتماعي وممكن تفرح بدعم من جهة ما يعني الأجواء جيدة وفي نوع من أنواع اللقاءات أو التعاون المتبادل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء ما تتدمروا من كثرة الأعباء لأنه بالفترة هاي طبعا القمر بشكل زاوي تربيع مع برجكم فبتكون الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة ممكن أنها شوية تعطيك دفعة أو ترقي أو ترفيع أو خبر جديد ولكنها بدك ما تسمح لعواطفك بأنها تأثر على سلوكك وأداءك وممكن يسيطر على أعصابك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك حتى لو شعرت بالإنزعج سيطر عن فعلاتك برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد اليوم وممكن تنجحوا في سفر أو اتصالات أو حوارات أو نقاشات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة تماما وبشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور تعتبر هذه فترة إيجابية جدا وبيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأصدقاء أو المعارف معك وبتفتح مجالات للسفر لكثير من موليد برج العذراء برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أو تتراجع عن قرار أنا بنصح أنه أي أمر له علاقة بالأمور المالية هو اللي ما تتصرى فيه تصرف بدون تباطو في بعض الأمور ولكن ما تغامر ماليا ولا حركيا يعني أثناء قيادتك للسيارة أو نشاطك ممكن ترجع بعض العلاقات أو بعض الأمور لنصابها ترتب أمورك وتنشغل بمعاملات أو أوراق برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه أنت الخاسر والخصم رح يكون أقوى منك في هاي الفترة جيدة لا تعزيز العلاقات والحوارات البناءة والتقارب ما بينك وبين شركائك اللي هو شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن مش مناسبة للحدية بالطبع برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنت اليوم عندكم قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال تقدروا تنظم جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وحاولكم ما تتغيبوا عن عملكم وما تلتهوا بأي أمور ثانوية من المستحسن إنك تبدأ بعملك باكر وما تتغيب عن عملك إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحل جديد برج الجديد أيضا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية ما أو التقرب العاطفي وما تترددوا في التعبير عن عواطفكم وحاولوا تكريس مزيد من الوقت للأحبة تنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بأنها تأثر عليه وحاول إنك تكون مرن وما تفرض سلطتك على أحباك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية وممكن اليوم تنشغلوا بالمسائل العائلية أهم إشي إنه ما تتركوا أي شخص يحبط طموحاتكم أو يدخل في شؤونكم وحاذروا من الخلافات وما الضخموا الأمور اليوم أنتوا شوي هيك عندكوا حساسية زيادة عن اللزوم وفي نوع من أنواع التوتر بسبب قلق ما في بعضكوا رح يكون عنده سفر أو ارتباط أو قلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت ابتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ويكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم ما تحفظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة وحصنوا نفسكم بالمعنويات المرتفعة بتكون اليوم تنقلاتكم مهمة وبتتمتعوا بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتتمتعوا بالدنماكية والحماسة والنشاط طاقة عالية أكثر من يوم أمس هيك من كون تهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء